شفت يا حاجة مراطي ما بيتني ليش كلمة يعني اللي أنا عايزه حيتم بالحرف حنشوف اللي أقولي يا خالد ضرة مونيرة اللي عمرنا ما شوفناها لما كانت جاي عايزة أخد لها فدان أرض كانت جاي من نفسها ولا كنت أنت اللي بعيدها بقصد كياست كل قصد واضح يا خالد مش بحتاج تفسير زي ما أنت غرضك واضح مش بحتاج تفسير ضرة مونيرة اللي عمرها ما شافتها بعد موضوع الأرض فتأة كده يطلع في المخة أنها تيجي والنهاردة تيجي أنت تقولي مونيرة ومنمن ومني مراطي الله شوف الصدف يا أخي بص يا حجة أنت بتظلمي الشريفة زي ما أنت زرماني دلوقتي وأنا مش عايز كلامه أغزق تنسي كلام ربنا سبحانه وتعالى إن بعض الظن اسمي أستغفر الله العظيم من كل ظن وكل اسمي اسمع يا خالد مونيرة دي تخصني تخصني أنا وتخص إخواتي وفلوسنا بقى نتبرع بيه نولع فيه نكلها حاف حتى ده شيء يخصني هكذا حجة شايفاني سبقى لقاول الدرجة دي؟ بس همحك على كل حيالي بس صعيب قاول أنت بتجي داع حجة نحنا مغزة حجين مع بعض بيد الله الحرام عارف يا خالد لو أنت قلتلي الكلمتين دول هناك عند بيط الله الحرام لو حسستني ولوللحظة أن أنت عدد مونيرة دي مراتك ولا ما اعتبرها بأي طريقة ديش كنت صدقتك كنت خدت كلامك على محمل طيب لكن أنت جيت متأخر قوي يا خالد التوقيت خانك يا تاجر يا ابن السوق عايزة تولي حاجة تاني شكله مفيش بقى يا شريفة ايه يا خالد؟ ما تكلمتنيش يعني النهاردة طولي يوم ولا سألت علي يا كليك نعمل بيك ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ يعني على الأقل تقولي عملتوا ايه مع الشاكر؟ عملنا كل يا خير يا أخت خلاص الناس مضت وخدت الشيكات تحب بس أقولك الشيكات؟ صورة تبكي القصد عشان تصدقي؟ ايه التارية اللي بتتكلم بيها معايا دي؟ مش عاجباني خالص على فكر هو دي حكايتك ايه؟ ايه طريتك مش عاجباني؟ ايش عكلك مش عاجبني؟ في أولاية؟ انت حتربيني من أولو جديد ولا ايه؟ لا بقى ده انت متغير خالص انت زي تكلمني بالتارياء دي؟ انا بقى مش طبيعي ماشي؟ عايزة حاجة تانية؟ قلو 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 بستين دهية لسوان تقرق ايه يا تو مالك هو انا كل ما سيبك ديتين ارجع الايه كمسافرة كده؟ يا عمر يا عمر انا عايز اقف على الارض وانت شارخ فوق في السماء انا هنزل معاكي على الارض وتحت الارض كمان لو تحبك خايفة من ايه بقى؟ ان مثلا الناس يرجعوا في كلامهم والبيعة بوز؟ مستحيل طبعا يا بنت دي سياسة دولة يعني انت متصورة مثلا انهم هيلغوا اقليم قناة السويس عشان يعاكننوا عليك انت بالذات يا توقى هو ده الكلام الجد؟ ايه الكلام الجد ان احنا دلوقتي بقدرة قادر بقى معانا سبعة وخمسين مليون جنيه وان اللي جاي هيبقى احلى وطبيعي جدا ان اللي جاي هيبقى مختلف عن اللي فات تماما ايه مختلف عنه ازاي يعني؟ ما هي دي الحاجة اللي انا مش قادر اتخيلها؟ بصي بقى يا ستي مبدئيا كده احنا السنة دي مش هنشتغل خالص ايوه لا انا ولا انت هنشتغل السنة دي هتبقى سنة الانبساط والتجلي والصرف والبعزقة ايوه وفي وسط السنة دي هكون بشطة بالفيلا بتاعتي في التجمع الخامس بتاعتنا بتاعتنا يا ستي الفيلا بتاعتنا في التجمع الخامس اصلا انا في فيلا كده نائرها حطت عيني عليها وعلى اخر السنة هكون بفتح شركتي الجديدة اهم شركة انتيريور ديزاينز في مصر وهشغل فيها اهم مهندسين في البلد ومش بعيد الوقت حازم المعفن اللي رفدني ده اجيبه اشتغل تحتية وهطلع عيني ههريه ونجيب شريف السحر ايوه بقى اطلعي معايا بالطموح واحد تاني في الجولة وفي شارم كمان تحب كمان ناخد شريفة على مصر اسبانيا مثلا كفاية كده هدوخ منك كفاية يا ستي دوخي وساخساخي وحلامي زي ما انت عايزة طب انت نفسك في ايه دلوقتي حالا ولا حق اقولك بصراحة ايوه الولاد زمانهم رجوا من المدرسة لسي بروح اجيبهم من عند ماما وبعدين هتضرهم الغدا وأحميهم وأغسل ونظف هعمل حاجاتي كلها ازاي دلوقتي بقى بس بقولك ايه ايه رأيك نروح نجيب الولاد ونيجي نقعد هنا السنة كلها انا وانتي والولاد هنا؟ ايوه هنا لعلمة بقى في ناس اغنية ممكن يأجروا سويت فوق تيل ويعودوا السنة كلها عادي واحنا بقينها اغنية بقينها اغنية قوي بقينها اغنية فشق بقينها وصوخنا وعندي برد نعم نهبي طيب يا أختي شاول برطاء أنت تلو معي إيانا تفش عزز مع صوتك خالص مفهوم؟ ماما ماما إيه فيه إيه؟ فيه إيه؟ على فكرة أنا سمعت إن الأب والأم لما بيبوا كده وكمان بيحبطوا في بنتهم البنت بتمشي بعد كده في السكة ما مش كويسة نا يا شيخة طب جربي كده؟ جربي عشان أكسرلك رجليكي لأتنين فلا تمشي لكده ولا كده إيه؟ خراسة بيت يلا كل لتأدب بيرو إحنا في عيد النهاردة ولا إيه؟ إيه اللي فكارك باية؟ وحشاني أنا بقى اليومين مش عارفة نام نزاعة ما إيها بقى لي أن أكتر بيدي يا يوسف استنيتك تكلمني علشان أفهم منك بس إنت ما تكلمتش إيه يا أم إيه اللي مستغنى في الموضوع بأحد عاوز تتقدم لوحدة مش حاجة صعبة أمي لأ صعبة يا يوسف في الوضع اللي حاصل ده صعبة أنا اللي ممشتني بالسطوديو بعد الحركة كذفت اللي إنت عملتها معي قدام صاحبتك دي بعد موقف الزبالة اللي إنت حطتني فيه صاحبتك بهدريتني يا يوسف إنت ما فكرتش حتى بعدها تكلمني ومرة واحدة بعديها بكم يوم ألاقيها بيقول لي يوسف طالب إيدك يعني إنت كلمت إيها بتطلب إيدي مني ما فكرتش حتى تكلمني أنا تعتذرلي أو تشوفني حتى إن كنت أقبل إنك تتقدمي أو لا بروا أنا كنت عاوز أتكلمك الأول بس إيهاب سبق يعني سبق إزاي يعني إيهاب كان جاي للبيت عشان يتخنق معي وبالصدفة كان كل إخوتي موجودين حسيتني ده موقف نسب جدا نفتحه في الموضوع بس إيهاب راح لك البيت يتخنق معاك ليه ليه عشان نسيت الموقف الزبالة اللي إنت كنت كتك تحرجيني بسبب وعلى فكرة مروى أنا فعلا ما كانش قصدي ما كانش قصدي دايقك ولا حرجك أنا اللي يجي في دماغي قلته على طول بصراحة أنا ياسف إيهاب راح لك البيت يتخنق معاك وهو عرف اللي حصل في الأستوديو هو أنت زي ما استغربه هو أنت مغتش تعرف يعني؟ سحر سحر هاي تأخرت ليه؟ أصلا أنا حصل لي مبارح موقف سخيف جدا للأسف كنت مجمعة كل حلقات المسلسل التوركي اللي فاتتني علشان أتفرج عليها بالليل وبعد كده الوقت سرقني بقى ومحسيتش بنفسي قمت من النوم مصدعة جدا ما قدرتش يجي الشول قلت لأ وأنا هروح برضو وأنا مش مركزة كده لازم أنام وأخد راحتي والشغلة يتحرق يعني مش هجرة حاجة مسلسل التوركي؟ آه ده حلو جدا تعالي تعالي هاتي كرسي يلا وعادي أما حكيهولك انتي اتحابلت لي ولا ايه؟ اتحابلت انتي زي تكلميني كده أنا قبل ما دخل المكتب هنا كنت عدت على مكتب يونس اللي مشغالك ورميت له استقالتي عنده على مكتبه وقلت له بصراحة كده أن أنا مش هايز اشتغل تحت قيادة واحدة زيك فياريت بقى تروحي الدوري على حد تاني تتسالي عليه غيري آه تقداري على فكرة تاخدي الحاجات اللي على المكتب دي تعملي بها لأن بصراحة شكله كئيب قوي بعد إذنك بس كده عشان رحق المسلسل بحاسبين شغل ايه مجنون انتي اللي عايزاني أرجع له يا بيت الجن انتي شاكلك شار بحاجة من مبارح ومؤثرة عليك لغاية النهار افهميني بس تسمعي عن واحد اسمه سمعيل أبو العزي ده راجل ماتين وثقيل قوي الراجل ده عنده حتة خزنة فتحانا على الضرفتين وبيقول مدوا ادكوا وكوشوا عايزين تعملوا أفلام اعملوا وصلسلات يلا لو عايزين تعملوا سكيتشات كمان اعملوا اللي انتوا عايزينه الراجل عايز ينزل السوق بتقلو عايز يبقى نمرة واحد وانا مال أم انا ومال الموضوع ده لا يا حبيبتي ده انت مالك ونص بقى الراجل عايز يعمل جزء تاني من الفيلم بتاعنا وانت ده بعت يجيب عماد الزغب من أمريكا عشان يعمله أربع مشاهد وعطيله شوية فلوس بس عماد ده مش كان بطل وفتح مطعمينك في أمريكا ايو بس بيعنا في شغل دماغهم ازاي حالاتك عماد قال اجي بقى ايه اجامل اسماعيل يمكن احتاجه في يوم الايام اهو ينفعه ينفع ولاده يبقى له ضهر في مصر يا خطيلة ضهر ولا بط انا يا بنت بطلت من زمانه والناس كلها عارف بعدين انت ناس انا كنت رقصة شمال في الفيلم تشايف اللي قدامك دلوقتي دي بقت عاملة ازاي ما كيلاقيش كربولة من اللي قدامي وبطلة وبطلة هتطلعي بقى في الجزء التاني من الفيلم تقولي المرالة بتاعت الفيلم ايه رأيتك؟ يلا شربي اللمونة اللي قصاتك ده وشوفك العيد الجاي كل سنة وانتي طيبة بصي بقى انت كده هتخسريني الراجل الراجل محتمد على الله وعلي ان انا اكلمك واقناعك ده عارف ان انا انتمتك بقولك ايه الحكاية دي مرفوضة خالص سكوتي بقى بطالي كلام فيها يوخ اسمحي كلامي بقى قعود انت بنفسك مع الراجل قولي له الكلمتين دور اهو لو مطلعتيش بالفيلم تطلعي باي مصلحة بس يا بيت يا مخمولة فكاري كويس المصلحة مصلاحة كلمتك كذا مرة تليفونك مقفو تلاقيه فصل شحن فصل شحن؟ انت كنت فيين؟ انتو مش اجازة النهار ده من المحاضرات؟ كنت مع واحدة صاحبتي ايوة صاحبتك مين بقى؟ ماجي كلمتني وكانت عاوزة ننزل نشتري حاجة ونزلت معاها كنت مع ماجي ولا رحت تتقابل يوسف؟ وانا ايه اللي هيخليني قابل يوسف؟ هو مش ايهاب قال لي ما تقابلهوش لحد ماجي يتقدملك رسمي؟ يعني عشان ايهاب قال لي ما تقابلهوش بانتي مش هتكلميه خالص؟ في ايه يا فاطلة؟ فيش حاجة يا حبيبتي انا بتطمن عليكي طيب انا هقوم اعمل حاجة كلها هعملك حاجة معايا؟ اوكي عميتو عميتو ايه يا حبيبتي؟ ينفع عملك حركة سحرية بالكوتشينا؟ ينفع لا يا حماتي انت عارفة كمال فين بس هو قال ليك ما تقولي ليش وانا مش منقولة من هنا غلب معرف جوزي فين انت بتكدبيني يا وفاء؟ عايزان احلف عشان تصدقي؟ طب انا مش هحلف بس لازم تعرف ان كمال ابني وان انا بخاف عليه اكتر منك دا احنا منين بارح بنطلبه في التليفون ما بيردش دا مصيبة يا ماما لا يكون تليه عليه بالطاقية دربوه خدوا منه الشيك لسانك الشيك ايه؟ عاربون الارض وما ما قليكيش؟ لا ما قليش ارض ايه؟ جوزك هيبقى يقولك يا بنتي جوزك هوا فين جوزك؟ هون الايين حلوة لغبط انا مكنتش فهمة بس الظاهر بقى ان انتو فاهمين والله يا عيب تعملوا معايا كده عيب انا مش واحدة من الشارع عشان تخبوا عليها حرام يا ماما وفاق لازم تعرف كل حاجة وكامال اخويا بيعمل فيها كده ليه؟ دا فلوسه وماله لها فيه هي وبناتها ماشي يا مونيرة انا دخلة صلى وليلها بقى كل اللي انت عايزة تريه انا طلعا انا طلعا انا طلعا موسيقى الزيق بس في حسابي ده شيك بتنين مليون وطنمية انا عارف نوضع المبلغ دار في حساب حضرتك اه في الشيكينج حاضر نوضع المشاركة هل كان تابلكم في المائنه هستندكأول متخلصي شاره من ذلك أول متخلصي شاره اكيد يا فند هستندكأ هستندكأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا بس انا قلت يعني بعد اللي حصل في التليفون فيبع طبيعي ان انا عمل كده وهو احنا اللي مكلمنا في التليفون قولنا ان احنا هنتجوز احنا مش قولنا ان احنا نحبه بعض الحب حاجة واجوز حاجة تانية خالص انت مش فاهم انا في ايه ولا ايه في ايه؟ انا مش فاهم انا مش فاهم يا ربنا في ايه انت مضلمة الدنيا ليه كده معادي ان واحد تخش تجربة جواز فشلة تنتهي بالطلاق وتبقى عايشة مع ابنها وعادي انها تتجوز مرة تانية بس انا ابني بيكرهني الكريم شايف ان انا سبب طلاق من ابو وهو متعلق بي للأسف وكل ما بحاول اقرب منه بحس ان هو من جوام ما بيحبنيش فعايزني اعمل ايه؟ اروح اقوله ان انا بحب واحد تاني يغربه ومش بس كده لأ كمان عايز اتجوزه مش مشكلة برضه يا ربنا يعني حتى لو زهل وغضب منك دلوقتي ما هم سيروا يجبر ويفهم الحقيقة يا كمان لو ده حصل الولد هيروح لابوه وساعتها مش هيحصل غير حاجة من اتنين يا ام الولد هيتضمر لما يعرف حقيقة ابوه يا ام ابوه هيعوده على حقيقته دي ويخليه بقى زيه وانا الموت عندي اهون من ان ده يحصل لا لا لحظة بس زيه ايه مش فهم يعني هو ابوه ايه بالزبط يعني هو ايه قواد ايه قواد بيسرح ستات عنده كافية في المهندسين ويعرف فيه الرجالة اللي عايزة لمؤاخذة على الستات الرخيصة على فكرة انا ممكن اتزيك عنوانك كافية بشكلك مش بصدق بس لو لو هتروح لازم تروح بها تساعة تمانية متخافش لو ملقيتش مكان عادي اصلي عشان مؤجر شاقتين في نفس العمارة اللي فيها الكافية بس اتدفع اكتر شوية انت كنت متدوزة ده انت يا لوبة بحاصل لما بتشوفه ما بتحسش انه كده شخص زريف لطيف والراجل رجل اوي وكدع جدًا وخدوق مخدوق قوي ودامه خفيف وستقعت فيه أمنت على نفسي مش سنة ولا اثنين ده انا ما عرفتش حقيقتة اللي بعد ما كريم بعانته تمن سنين ثمان سنين وأنا مأمناه على نفسي وابني وسقت فيه وحبيته في الآخر يطلع كده أحبت إيه بعد ما أنا وإنت سيبنا بعض تخيلت أن عمري ما أحب حد تاني لحد ما ظهر هشام وغير لي فكرتي بس دلوقتي لما بفكر ما ببقاش عارفة هو أنا حبيته فعلا ولا قلت النفسي أنت يا بيت بتجباري وموضوع كمال ده خلال صفحة وتقفلت ولازم تشوفي نفسك وتعيش حياتك تخيل تخيل أني بعد ما عرفت حقيقته كان بيحاول يباعلي أني لازم أقبله زي ما هو وأن شغلانته دي زيها زي أي شغلانة تانية تخيل ثمان سنين ثمان سنين وإنا مخضوعة وساس جاو حبلة حركت منهم وأنا متأكدة أني مش هقدر أثق في أي حد في الدنيا تاني ما بقاش قدامي غير خوفي على إبني وبس يا تارى وضحت ولا محتاجة أوضحها لك أكتر تقليل ترجمة نانسي قنقر 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 واعملوا الهومورق عبل ما حندر لكم الغد هنحله المشكلة دي ازاي ان شاء الله هنحله يمكن نغير الباص خالص ونروح بحاجة احسن بكتير يلا باع ايه هو أنت إيه؟ إيه؟ ما فيش تفكير خالص كده؟ خالص؟ ما بيتميزيش بين اللي ممكن يتقال واللي ما ينفعش يتقال يعني أنا مش عايز أعرف وفاقة أي حاجة عن موضوع الأرض بتتتبرعي ليه؟ بتتتبرعي ليه؟ بتتتبرعي ليه؟ وتقول ليه لها يا مونيرة؟ خلاص يا كمال في خف عليها شوية بعدين برضو ما أنت مفكرتش قبل ما تتكلم قلت لها هتجوز عليك و هجبلك و هسويليك طبيعي إنها تسأل على فكرة الموضوع مستر يعني شفت بقى؟ يعني أنت اللي غلطة مش أنا هيسي كمال يا ربا صغف الله العظيم يا ربا صغف الله العظيم يا ربا ايه يا ماما؟ حبيبتي بيوصل لي لي أنت كمان كده؟ بحاول أفهمك يا ابني بحاول أفهم أخرتها إيه معايك؟ مش مصدق أن إنت لما يجي لك قرشين تتفرعن على أم بناتك وتروح تتجوز عليها أي وحدة والسلام عشان تقهرها وتزلها يا ماما تفرعن إيه؟ وزل إيه بس أزلها إيه يا ماما؟ طب إيه رأيك بقى أن أنا كنت هنا أخيرها أخيرها وهديها أكتر من اللي تستحقه كمان أكتر منه كمان ما عليش ممكن سؤال بعد إزمك اتفضل يا أستاذ يوسف هو أنت في واحدة في دماغك عاوز تتجوزها يعني؟ ولا أنت عجبك فكرة تتجوزه وخلاص؟ لا أخوك ما يعملش كده مفيش في حياته واحدة ولا حاجة ده هو تلاقيه قال لها الكلام ده عشان يزلها تقوم هي تتعدل تاني كدها ويزلها تاني مفيش تمييز يا مونيرا لا فيها مونيرا إيه رأيك بقى؟ فيه فيها ماما لبنة فكرة يا؟ لبنة؟ لبنة مين؟ بيش دي اللي كان زملتك في الجامعة؟ لأ يا مم أكادش زملتي ببنة لبنة مكادش بس زملتي يا ماما لبنة اللي أنا اللي رحنا تقدمنا لها زمان يا ماما وهلاها رفضوني وقتها آه سته منيرا إيه؟ ومناسبة البشاير والعلامات لما قابل لبن صدفة صدفة وأعرف إنها اتطلقت وبعدها بكام يوم على طول ألاقي موضوع ورثة الأرض ده هل علينا كلنا والفلوس والصروة دي مش دي تبقى علامة من ربنا ولا رسالة بيقولي إن أنا ماشي في الطريق الصح ده كده تبقى وفاق دي فقرية صراح إيه اللي فقرية متل إمي كلامك أنت كمان عيب طب قولنا ونمي بقى يا عم كمالي إنت قلت لبن على موضوع الفلوس؟ ولا خبيتها لازم خبيتها على وفاق؟ شكلك قلت لها يعني إنت كده من أولها ومن جواك ما انتش ناوي تعدل بينهم يعني دي لا إشارة ولا علامة ده امتحان يا حبيبي وشكلك حتسقط فيه اسبوري بس يا ماما استهدى بالله يا كمالي يا أخي اللي يجرى لك حاجة استهدى بالله أقول لك تعال معنا النهار ده الحفلة بتاعت أخوك يوسف ده حيغنوا شوية أغاني أنا حضرت البروفوت بتاعتهم عجب لا في حاجة مش مظبوطة ماينفعش بقى جاية أقول إيه وأنت بتقوليني إيه يا مونيرة ارحميني يا مونيرة شوية إيه ده يا كمال إيه ده يا ابني بلاش قاعدتك في اللوكندات وارجع لبيتك ارجع لبناتك وأمراتك ما تسيبهمش لوحدون هارجع يا أمام حاضر هارجع بس هارجع بس هارجع بشات أمور كده معلومة من الأول و هارجع إن شاء الله هارجع بس ما صاريش معنى يا مونيرة انت حبابتي أشرب ينسون كتير أندي بلك ومفسك كان نفسي بقى معاكم محال السلامة محال السلامة محال السلامة أمام ماما شكلها إيه لبنة دي؟ هو أنا فاكرة آآ فتكرتها تكونش البيت الطويلة مضب اللي كانت بتاخدك تأكلك وتقعدك على حجرة وكيت تاكل أكلك يا ساتة دي كانت فظيعة وكيت تاخد الكلام من هنا تحطه هنا وتاخد دماء اتنين كانوا هيقطعوا بعد إيه مالك في إيه؟ ماما أهل ابنة دولة ليه زمان رفضوا كمال أصلا؟ هو أصلا كان لسه متخرج كان بيشتغل بالقطعة حاجة ظهورات كده يعني سافر الكويت وجاب قرشين وكوّل نفسه كان طبيعي إنهم بيرفضوه هو كمان برده؟ كمان برده؟ لا كمان برده بتاعتك انت خلصت مع السيدة سالمة إحنا عايزين ندي معادلة عمك حسن عشان نروح نخطب مروة إن شاء الله يا ماما إن شاء الله إن شاء الله نادخل لبسش معادل حفلة وانتو كمان قولبسوا له هتيجوا بجد نعم هي الحفلة تبقى حفلة من غيرنا؟ هتلبسي إيه ماما؟ وانا برده اللي بختار لنفسي انت يا حبيبتي طول عمرك بتفصلي وانلبس تعالي بقى نق انت اللي انت عايزة تلبسهولي وانا حقول لك أمين